في دوري المجموعات أو في الدور الأول للمنديال ثم التركيز مرة تانية على المشوار القادم وارتباطات الأهلي الكثيرة جدا اللي دايما بينافس عليها وبيدخلها بياخدها بهدف واحد هو الفوز إن شاء الله في كل لقاء وبكل لقب ينافس عليه النادي الأهلي وكمان هما من أصحاب الخبرات إن شاء الله يكونوا مؤثرين في طبعا تحفيز زملائهم في الملعب قبل هذا اللقاء وخلال أحداث اللقاء بيؤكد المدير الفني جاهزية اللاعبين الدوليين العائدين للمنتخب وإن شاء الله يكونوا من الأوراق المؤثرة جدا في هذا اللقاء وبيؤكد كمان أهمية هذه المباراة والحسابات الفنية الخاصة بيها وضرورة احترام المنافس وإنه وقف مع جهازه الفني على كل أوجه القوة أو نقاط الضعف الموجودة في صفوف المنافس لاستغلالها بالشكل الأمثل والحد من خطورة المنافس من خلال دراسة جيدة جدا لنقاط القوة في صفوف بطل بوتسوان وأضاف أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي قال إن احنا خلاص وقفنا على كل النقط المهمة الخاصة بأداء الفريق وخطة لعب المنافس اللي طبعا هتساعدنا هذه الدراسة أو هذا التركيز مع اللاعبين على معرفة الفريق بأفضل شكل ممكن في أداء بطريقة تربك الفريق المنافس وتؤدي إلى فوز النادي الأهلي في هذا اللقاء إن شاء الله وتأكيدات من كابتن الفريق زي ما قلنا لحضراتكم حسام عشور إن الأهلي لا يعرف الاستسلام وقادر على العودة لهذه المباراة وده بيتفق طبعا مع التصريحات اللي أعلنها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية واللي قال إن الأهلي على مدار تاريخه حتى في أصعب المواقف لا يعرف الاستسلام وبيخوض بنفس الروح القتالية وبروح الفانيلا الحمرة كل لقاءاته محليا ودوليا مهما كانت الأمور معقدة في أي مشوار أو في أي بطولة بيأخذها الفريق في بعض الفترات أو بيتعثر فيها من خلال بعض المباراة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطاونشيب يتدرب في برج العرب ده طاقم تحكيم اللي حيدير هذا اللقاء لقاء الغد إن شاء الله لقاء يوم الثلاثاء في برج العرب وأيضا طاقم تحكيم المباراتين أجرى هذه التدريبات أو بيعلن عنه أو بتعلن أسماءه ولكن بالفعل المعلومة الدقيقة اللي أده التدريبات فقط واللي متواجدين حاليا في برج العرب هو طاقم تحكيم مباراة الغد اللي هيدير هذا اللقاء بين الأهلي وطاونشيب طاقم تحكيم جزائري هيدير هذا اللقاء وأدى تدريبات بدنية لمدة 30 دقيقة اليوم على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب في الإسكندرية بيقود هذا الطاقم الجزائري مصطفى غربال ويعاونوا كل من مقران قراري وإبراهيم الحملاوي وقام الحكام بفحص غرف الملابس وأرضية الملعب وطريق الدخول وخروج اللاعبين من أرض الملعب قبل وبعد المباراة وأيضا طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطاونشيب جولة الذهاب بيدير الجولة الثالثة اللي بتقام يوم 17 يوليو عستاد الجيش في برج العرب طاقم تحكيم الجزائري المكون من مصطفى غربال ومقران قراري وإبراهيم الحملاوي وحكم رابع هو نبيل بوخلفة وأيضا جولة الإياب المقرر لها أو الجولة الرابعة اللي بتقام يوم 28 يوليو في بوتسوانا يديرها طاقم تحكيم من كينيا بقيادة ديفيز أوجينشي ويعاونه جيلبرت شاريوت وتوني كيدي وحكم رابع بيتر أوريرو عشور وسليمان وفاتحي بيعقدوا جلسات تحفيزية مع اللاعبين لتخطي عقبة بطل بوتسوانا دايما اللاعبين أصحاب خبرات أكثر مقارنة بزملائهم الأكبر سنن اللي احتكوا بمواقف وسيناريوهات مشابهة أكتر خدوا عدد أكبر من البطولات والمباريات في مشوارهم بيكون كلهم بيؤدوا نفس الدور دور كابتن أو قائد الفريق وتكون عندهم القدرة على إقناع زملائهم بأفضل شكل ممكن أفضل استعداد ممكن لهذه المباراة تحفيز اللاعبين الوصول لاتفاق جماعي في صحوف الفريق على بذل كل الجهود الممكنة وإدراك الجميع بشكل جيد جدا لأهمية هذا اللقاء وتأثيره في مشوار الفريق في البطولة الأفريقية وهننتقل في أي وقت مع حضراتكم كمان لمتابعة أكثر تفصيلا معنا بالفعل زميلنا كريم أحمد من برج العرب في الإسكندرية مراسل قناة الأهلي وهو مصاحب لبعثة النادي الأهلي وللفريق واستعداداته الأخيرة للقاء مع تاونشيب بطل بوتسوانا خلونا نعرف